موسيقى نشطة اخبارية من التلفزيون الجزائري اهلا بكم بداية تحيي المرأة الجزائرية اليوم عيدها العالمي في ظل انجازات ومكاسب تعززت اكثر في عهد الجزائر الجديدة وبهذه المناسبة وجه رئيس والجمهورية سيد عبد المجيد تبهون رسالة هنأ فيها المرأة الجزائرية مشيدا بدورها في المجتمع ومشاركتها البارزة في التنمية المستدامة بشغلها نسبا عالية في عديد القطاعات السيد الرئيس اكد ان الجزائر الجديدة لن تكون الا باعتمادها على المرأة وهي كاملة الحقوق مصونة الكرامة وان المناصفة الحق التي نعمل على تكريسها هي مكسب دستوري يتعين وان يتجلى بصورة واضحة على اوسع نطاق في مجتمعنا ولن يكون هناك اي تراخن او تغافل على المساس بهذا المبدأ وبهذه المناسبة اشرف امس السيد رئيس الجمهورية على احتفائية لتكريم المرأة الجزائرية السيد الرئيس ولد وصوله للمركز الدولي للمؤتمرات عبداللطيف رحال طفى رفقة وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو بالمعرض الذي يقيم خصيصا لابراز ابداع المرأة الجزائرية في مختلف المجالات الحرفية رئيس الجمهورية الذي يشدد في كل مناسبة على اهمية المرأة في بناء الاسرة وتنمية المجتمع يؤكد دائما على ضرورة اشراكها في مصاري التنمية الوطنية الذي تشهده الجزائر الجديدة السيد الرئيس وهو يطوف باجنحة المعرض كان له حديث مع مختلف الحرفيات اللي برزن بابداعاتهن واسهاماتهن في تعزيز الموروث الثقافي والحفاظ عليه ليكون موردا حضاريا وثقافيا وهو ما تجسد من خلال انامل حرائر الجزائر في هذا المعرض الذي شكل محطة هامة من محطات هذه الاحتفائية وبالمركز الدولي للمؤتمرات عبداللطيف رحال اشرف سيد رئيس الجمهورية على مراسم حفل نظم على شرف المرأة الجزائرية بالمناسبة حفل التكريم الموسوم بالمرأة الجزائرية نضالات مكتسبات وافاق حضره كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء من الحكومة إلى جانب مجاهدات وشخصيات نسوية وهي المناسبة التي يتجدد فيها العهد مع المرأة الجزائرية التي عرفت بمضالاتها ابن الطورة التحريرية المجيدة وكذلك بعد الاستقلال حيث نضلت المرأة على مختلف الأصعداء من أجل بناء المجتمع وتكوين أجيال من الشباب الذين ساهموا ويسهمون اليوم في التنمية الشاملة للبلاد ضمن مصار الجزائر الجديد الذي يقوده باقتدار وحكمة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الذي يحرص في كل مناسبة على منح المرأة حقوقها الكاملة غير منقوصة باعتبارها عنصرا فعالا في المجتمع السيد رئيس الجمهورية أشرف بعدها على تكريم ثلة من النساء المتفوقات في مجالات عدة أبرزها المجال الأيكولوجي والبيئي ومجالات واطق المتجددة والطب مجال الطيران والفلحة والمناجم والحرف ومجالات ريادة الأعمال والإعلام الرياضي والجمارك والرياضة وبالمناسبة خذ السيد رئيس الجمهورية صورة تذكارية مع مبدعات وحرائر الجزائر المكرمات في عيدهن العالمين نظير جهودهن في التنمية المستدامة لبناء جزائر جديدة عقب ذلك كان للسيد رئيس الجمهورية حديث جانبي مع عدد من المجاهدات والنساء اللا إشاركنا في الاحتفائية بمناسبة أحياء اليوم العالمي للمرأة وهي المناسبة التي يتجدد فيها اللقاء من أجل الاستماع لاهتمامات المرأة الجزائرية وتطلعاتها في كنف الجزائر الجديدة التي تشارك في بنائها المرأة جنبا إلى جنب مع الرجل وهو ما يعكف على تجسيده السيد الرئيس من خلال هذه المناسبات في الذاكرة التاريخية نظم اليوم التلفزيون الجزائري وقفة ترحم على رواح شهداء الواجب الوطني لمؤسستي التلفزيون والإداءة الوطنيتين في الذكرى الخمسين لحادث سقوط طائرة كانت تقل صحفيين جزائريين إلى جمهورية الفيتنام الوقف حذرها إلى جانب مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للإتصال كمال سيد السعيد المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون نذير بقابس والمدير العام للإذاعة الوطنية محمد بغالي وإطارات وعمال المؤسستين تربويا وفي إطار التحول الرقمي في قطاع التربية الوطنية لسيما في مجال التسيير الإداري والبداغوجي أشرف اليوم وزير التربية الوطنية عبد الحاكيم بالعابد بالعاصمة على شغال ملتقى وطني تحت عنوان التقييم المرحلي للتحول الرقمي في قطاع التربية الوطنية حيث تم بالمناسبة التوقيع على اتفاقية مع وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تستفيد من خلالها المؤسسات التعليمية من تخفيضات متعلقة بخدمة الربط بالانترنت إضافة إلى تخفيضات في تسعيرة الاشتراك اللقاء حضره كل من مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالرقمنة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والوزير المحافظة السامية للرقمنة مختتم أمس الملتقى الأول حول ذاكرة وإشكالية كتابة التاريخ نظمته وزارة المجاهدين وذوي الحقوق الملتقى كان فرصة لعرض مختلف الاشكالات المتعلقة بكتابة التاريخ توجى بتأسيس منتدى وطني للتاريخ والذاكرة الوطنية وكذا إنشاء مدرسة وطنية عليا للتاريخ حفل الاختتام تخللته تكريمات لكبار المؤرخين وأساتذة في التاريخ عرفانا بمجهوداتهم وكل ما قدموه للحفاظ على التاريخ والذاكرة الوطنية دعا ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع من يويورك أطرف النزاع في السودان إلى اغتنام فرصة شهر رمضان للإعلان عن وقف فوري لإطلاق النار والالتزام بالهدنة وضبط النفس من أجل تحقيق سلام دائم في السودان وأعرب بن جامع في تدخل له خلال اجتماع عقد أمس بالجمعية العامة للأمم المتحدة حول الوضع في السودان عن أسفه لعدم التوصل إلى حل للأزمة في هذا البلد بعد قرابة سنة في ظل تدهور الوضع الإنساني أمام هذا الوضع المتدهورين أود أن نغتنم فرصة هذا الاجتماع لتوجيه نداء عاجل لجميع الأطراف السودانية لإعلان وقف فوري لإطلاق النار لتخفيف معاناة السودانيين الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال ندعو الأطراف السودانية إلى وضع خلافاتهم جانباً والنظر في فرصة شهر رمضان المبارك شهر السلام للشرؤ في طريق الاسترداء وضبط النفس من أجل سلام دائم في السودان نرحب في هذا الصدد بإنشاء لجنة رفعة المستوى تابعة للاتحاد الأفريقي بشأن السودان لأننا نعتقد أنها ستجلب قيمة مضافة واضحة ودعماً لعملية السلام في تطورات الوضع بغزة يواصل الاحتلال الصهيوني اقتراف المزيد من المجازر حيث ارتفعت حصيلة ضحايا قصف منازل المدنيين بوسط وجنوب القطاع إلى 42 شهيداً بعد انتشال الجاثامين سبعة منهم في دير البلح كما ارتقى شهيد واصيب العشرات في قصف استهدف فلسطينيين كانوا بانتظار المساعدات الغذائية في دواري النابولسي والكويت بمدينة غزة هذا وأحصت وزارة الصحة بالقطاع تسعة مجازر يتكبها الكيان الصهيوني خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية رح ضحيتها 83 شهيداً و142 مصاباً لترتفع حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة والظفة الغربية في اليوم الرابع والخمسين بعد المئة إلى 30878 شهيداً وأزيد من 72400 جريحة كما أكدت التقارير أن أزيد من 8000 امرأة استشهدت منذ 7 أكتوبر الماضي معتبرة أن هذا العام هو الأشد قسوة على النساء والفتيات والأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة بعد أن نصل إلى ختم النشرة ألقاكم في نشرة الخامسة السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة